تحمل مصر على عاطقها مسئولية حل القضية الفلسطينية باعتبار أن الأمن العربي كل لا يتجزأ تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لتواصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية عقود طويلة وما زالت مصر تحمل على عاطقها مسئولية حل القضية الفلسطينية باعتبار أن الأمن العربي كل لا يتجزأ ومؤخرا ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلية على قطع غزة في السابع من أكتوبر الماضي أبت مصر أن تقف متفرجة على ما يحدث تجاه الأشقاء فحشدت العالم حول قضيتها المركزية وعقدت قمة القاهرة للسلام لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء وتوصيل المساعدات إليهم والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية الجهود الدبلوماسية المصرية تواصلت شرقا وغربا وعقدت المفاوضات المتتالية في القاهرة بين حماس وإسرائيل للتواصل لصفقة تنهي الحرب مع وسطاء من قطر والولايات المتحدة في هذا الإطار الذي رسمته مصر منذ اندلاع الأزمة خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن معلنا مقترحا إسرائيليا جديدا بثلاث مراحل بايدن دعا حركة حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق صراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيس الأمريكي أكد كذلك أنه بوقف إطلاق النار سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بأمان وفاعلية في القطاع في المقابل أكدت مصر دعمها لكل جهد يستهدف إنهاء العدوان على قطاع غزة وتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وضمان النفاذ الكامل والعادل للمساعدات الإنسانية دون عوائق واتفقت القاهرة وواشنطن على مواصلة التشاور والتنسيق لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة وفي بيان مشترك دعت مصر وقطر والولايات المتحدة كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس جو بايدن البيان المشترك أكد كذلك أن المبادئ التي يحتويها المقترح الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة المقترح الأمريكي لقى استحسانا من قادة العديد من دول العالم حيث وصفوا خريطة الطريق التي أعلنها بايدن بالواقعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر ورغم تلك الجهود الدولية إلا أن التعنت أصبح صفة تلازم الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن على لسان رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة حماس حسب قوله وظهرت للسطح من جديد الخلافات الإسرائيلية الإسرائيلية ففي حين حث زعيم المعارضة في إسرائيل يائر لبيد نتنياهو على الموافقة على المقترح الأمريكي إلا أن وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف هدد بالانسحاب من الحكومة الإتلافية إذا مضى قدما في مقترح الهدن الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن ترجمة نانسي قنقر